ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المونير الغربية بالجيزة وأكد بيان الوزارة أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور لموقع الحادث وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات وضف البيان أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية كما أسفر فحص الأجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكيف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة نتيجة خلل كهربائي وعد ذلك الانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات